السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطلاب الأعزاء طلبة وطالبات أبنائي من الصف الأول الثانوي للتعليم الصناعي هذه هي حصة أو حلقة جديدة ليونت سري للصف الأول الصناعي بعنوان دايمينشنز دايمينشنز معناها الأبعاد إن شاء الله بإذن الله تبقى حلقة تبقى مفيدة لكم وتبقى زخيرة لكم كده إن شاء الله في دراسكم تعالوا معنا نشوف الحلقة دي بتتكلم على إيه وبرضو هيبقى معها في مراجعة طيب زي ما احنا قلنا حبيبي إن دايمينشنز معناها الأبعاد فيها بنتعلم كلمات إزاي نتكلم على الواتس يعني الاتساع والإنس الأطوال والطول والعرض والحاجات اللي انتو ممكن تستخدموها في مادة المس بس طبعا بالإنجلش تعالوا معنا نشوف ويركيزوا معايا كده وهلتوا الورقة والألم على أساس إن الدرس دا مهم جدا جدا طيب دا يونت 3 زي ما قلتلكم بعنوان دايمينشن وده طبعا زي ما انت شايفين على الشاشة الليسون أو الليسون لكم طيب في الدرس دا بقى إيه هنعمل إيه باي زي أنتو في دايمينت في نهاية الحلقة دي إحنا هنبقى قدرين لإحنا ندسكرايب دايمينشن هنوصف الأبعاد الشيء زي ما قلتلكم سواء الواتس أو اللينكس أو الواريفر يعني طول وعرض وارتفاع الأشياء ويت أند شيب ويت الوزن وشيب الشكل of objects أشكال الأشياء using appropriate language forms باستخدام لغة صح كمان هيبقى معنا verb to be with phrases of measurement الverb to be اللي احنا عارفينه مع العبارات بتاعة وحدات القياس measurement يعني القياس وكمان النهاردة هنتعلم how to ask questions وmake sentence and take part in dialogues يعني إزاي نسأل أسئلة ونكون جمل وإزاي اللي احنا نعمل dialogues يعني محادثات asking for help using English وإزاي إحنا طبعا في language function إزاي نطلب المساعدة طبعا with correct spelling or pronunciation of word يعني إزاي نطلب المساعدة فيما يخص meaning يعني أما نسأل على معنى كلمة أو spelling بتاع كلمة أو pronunciation of a word إزاي نطلبها وبأنه طريقة بما يخص language function النهاردة we scan a simple passage هناخد قطعها صغيرة كده جميلة هانتو كلكم بتحبوها عن الفوتبول quickly for information عشان نطلع منها معلومات we read a simple passage carefully to complete a diagram with dimensions وكمان هيبقى عندنا table أو passage عشان نكون منه جمل بيتكلم برضو عن dimensions الدرس بتاعنا وهيبقى معنا برضو wh question forms relating to dimension weight and shape يعني هنكون أسئلة بس فيما يخص داخل فيها طبعا weight إزاي نسأل على الوزن وشيب والأشكال المختلفة remember and use noun adjective cognate forms length and long يعني هناخد بقى كلمات الصفة والنون من نفس الأصل زي كلمة length وأصلها long طبعا يعني هناخد المشتقات بتاعة الكلمات اللي هي بتفيد الميجرمنت والأبعاد الخاصة بالقياسات والأبعاد remember and use units of measurements and their abbreviation وكمان هناخد الـ abbreviations الاختصارات زي مثلا كلمة meter for example اختصارها m وطبعا ديت هتقابلنا we will encounter it in many parts or many units or many lessons هنقابلها طبعا في دروس كتير جدا we listen to short description and complete a diagram زي ما قلنا we complete a written passage describing shape and dimension طيب نيجي بقى زي ما عتدنا اللي احنا هنبدأ بالـ new vocabulary يعني الكلمات الجديدة بتاعة اللسم بتاعنا ويانا عسكوا بقى تكتوبوا بقى وتركزوا معي في الكلمات دي مهمة جدا طيب احنا قلنا طبعا الدرس بتاعنا الناس اللي فاكرها طبعا بيتكلم عن إيه برفع لكم dimensions اللي هي الأبعاد أبعاد الشيء طيب إيه بقى تعريف definition بتاع dimension dimension is a measurement such as length, width or height يعني طبعا الطول width اللي اتساع or height يعني اللي ارتفاع يبقى dimensions اتفعنا اللي اسمها الأبعاد اسمها dimensions قولي بقى معي dimensions very good طيب for example اما نقول an engineer is taking the dimensions of the room an engineer an engineer طبعا عارفين ايه اللي هو المهندس is taking the dimensions بياخد أبعاد الحجرة طولها وعرضها وما شبه ذلك قياساتها يعني طيب أول كلمة عندنا بقى أولادي اللي هي ايه زي ما اتفعنا عايزين نحفظهم عشان دولة أهم حاجة لو حفظناهم الدرس هيبقى سهل جدا أول حاجة الاجكتف ليه wide 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 يعني wide دايوة سمع الناس بتقولوا واسع وعريض برافو عليكم wide الاجكتف فعلا معناها واسع أو عريض النون منها بقى الاسم اللي هي width width طيب wide معناه something that is wide measures a large distance from one side or edge to the other يعني الشي اللي بنوصفه to be wide عريض be is أو بيعرفنا large distance المسافة الكبيرة دي من جانب يعني من طرف to the edge للطرف التاني أو حفة الطرف التاني فاحنا بنقيس هنا العرض بتاعه أو الاتساع بتاعه for example they're making the street wider they're making the street wider يعني هما بيوسعوا الشرع يبقى wide معناها واسع أو عريض بعد اول كلمة تنسواش بقى عشان هتقابلنا في الاكسرسايز وكمان الانفالوويشن هنعمل بازل بسيط كده على اللي احنا بناخده دوت تاني كلمة برضو adjective اللي هي high بقى high طبعا الناس كتير عارفة كلمة high يعني احنا بنقولها حتى كامل في العربي وفي تعاملاتنا اليومية high معناها علي high طيب ننول منها ايه height height اللي هو العلو the measurement from base to top or of standing person from head to foot يعني بقى القياس from base من قادة الشيء الى قدمته هو الى لو او لو شخصي مسلا standing person from head to foot يعني من راسه لحد فوت قدمه ده بنقيس طوله او الارتفاع بتاعه for example I'm afraid of heights عما نقول I'm afraid of heights يعني انا خايف عندي فوبيا انا خايف of heights heights يعني اللي هي المرتفع very good يبقى high معناه عالي وheights النون height اللي هو الارتفاع النون بتاعه طيب كمان مقياسا ونفس السلسلة بقى الصفة والاسم منها deep ايوه سمع الناس قالت deep deep يعني bravo عليكم deep يعني عميق deep طب الاسم منها بقى ايه depth يقولوا معايا depth يبقى الادجكتيف والصفة deep ديب عميق اما النون منها depth طب معناه ايه بقى حبيبي extending far down from the top or surface extending extending far down اللي هو بقى اللي امتداد بقى من ايه down اللي يعني طبعا اللي انت تتعمق لأسفل from the top من القمة الى surface الى السطح او القاع for example among all it is dangerous to swim in deep water it is dangerous to swim in deep water يعني من الخطر اللي انت تسبح فيه مياه عميقة يبقى deep معناها عميق والاسم منها ايوه سمعه depth very good طب نيجي بقى للكلمة دي كلكم عارفينها طبعا ليه heavy heavy مصطورة طبعا عرفتوا اللي heavy معناها ثقيل طيب في بقى النون منها يعني هي مش نون عموما بس هي weight معناها وزن هنا معناها وزن يعني ما اقولك مثلا heavy طبعا means great in amount degree or intensity great حاجة طبعا heavy means great in amount degree or intensity يعني شيء تقيل او قدره كبير يعني في الكمية amount كمية ودجرية درجة وإن تنستي يعني الكثافة زي ما نقول the bag is too heavy for me to lift the bag is too heavy for me to lift the bag يعني الشنطة تقيلة علي مش قادر لنا lift يعني ارفعها or carry او احملها طيب كلمة دي بقى مهمة جدا جدا عايزكم تحفظوها ديبستيك وقت زي ديبستيك زي من شايفين كده الدبستيك ده طبعا اللي هو عاصم قياس العمق او طبعا نقول اللي احنا بنقياس بها مثلا زيت اللي في العربية مثلا اللي هو المقياس يعني يعني عاصم قياس العمق او قياس مثلا الزيت او اي سائل زي ما احنا بنزبيعي من قياس الزيت مثلا في اي مثلا حافلة في مطور اي حافلة فوركزامبل اما نقول we use the dub stick to measure the oil level in the car we use the dub stick to measure the oil level in the car يعني بنستخدم عاصم المقياس عشان نقيس زي ما نقول oil level يعني مستوى الزيت in a car في السيارة طيب دي برضو one of the tools اللي احنا بنستخدمها كتير جدا وانا بديكم اللي طبعا خدنا بناخد الت tools دي على فترات وطبعا لازم تحفظوها حلو جدا النهارده tool واحدة انا جاب لكم واحدة بس عشان ايه كل حلقة كده ناخد ايه حاجات بسيطة عشان تسهلكوا الحفظ اخدنا بكده الهمر يعني الشاكوش وخدنا wrench wrench او ال spanner معناي با تعال نشوف معناها طبعا wrench زي ما انشافين الصورة كلكم وطبعا عرفتوها من الصورة دي hand tool that is used to hold or twist a nut or bolt يعني يعني الى يدوية كده عدة يدوية بتستخدم to hold or twist تربط نت الصمولة او المصمر اللو لبي او bolt ولها اسمي تاني طبعا ده اسمه طبعا مفتاح الربط او زي ما نقول كده المفتاح الانجليزي المفتاح الانجليزي وممكن في حاجة ممكن تشوف مثلا في اي قطعة تتلاقي adjustable لكن adjustable wrench او adjustable spanner يعني هو ممكن اللي انت بتغير مقساته يبقى this bolt needs for example this bolt needs a wrench to be tightened this bolt يعني الصمولة دي needs a wrench يعني محتاج مفتاح ربط او مفتاح انجليزي to be tightened واحفظوا كلمة tightened دي معناها تتربط عكسها loosened اوكي to loosen يعني يفق طيب نيجي بقى زي ما انا وعدتلكم خلصنا كده الكلمات الجديدة بس طبعا احنا هنتناولها من خلال طول الحلقة وهتفوت علينا كلمات دي نفس الكلمات دي وكلمات تانية من خلال exercise طبعا هنعرفها طبعا نقطة تانية زي ما انا قلتلكم في الابجيكت بتاع الدرس الاهداف هناخد يعني زي نكون ادوات استفهام بس مرتبطة في الابعاد نسأل على ابعاد ازاي كامل ارتفاع كام عمق كام وازن بادوات الاستفهام بتاعتها ازاي طيب اول حاجة بقى حبيبي هنبدأ ب نسأل كامل الارتفاع يعني ما نيجي نسأل واحد كام ارتفاع مثلا المبنى ده كام ارتفاع البرج ده ايوه في ناسة بقيتني برافا عليكم انت حفظين هو يبقى how high how high معناها كام ارتفاع وفي لازم ننائز بحاجة لو احنا بدأنا السؤال how يدبعها adjective adjective يدبعها صفة لان احنا ممكن نبدأ سؤال بwhat في الحالة دي ما ينفعش وقل what high ما ينفعش لان what يدبعها noun لو جات كأداة استفهام what يدبعها noun يبقى بدل ما نقول how high نجيب الاسم من high اللي احنا خدناها ايوه في الكلمات اللي هو what height what height يبقى how high is the mountain how high is the mountain يعني كم ارتفاع الجبل اللي جابة it's 700 meters high it's 700 meters high خلي بالكوا بقى ما نفعش نقول بقى it's 700 meters height ليه لان طبعا بعد ادى وحدة القياس بنجيب الصفة على طول طيب شوفوا بقى الجملة التانية عشان نميز عشان دهجلنا برضو في اختيارات او ممكن يجيلكوا في الامتحان لو قلنا it's 700 meters in لو قلنا in بعد ادوة القياس تجيب النون ما تجيب ايه ما نقول in height تجيب النون بتاع height يبقى ان يتبعها الاسم وليس الصفة يبقى تقول it's 7 meters in height خلي بالكم القادة دي على اساس اللي هي هتقابلنا في الجملة جاية كتير يبقى لو جا كلمة بعد واحدة القياس نجيب الصفة زي 700 meters 700 meters ادوة واحدة القياس هاي دي الصفة اما لو قلنا it's 700 meters او اي طبع رقم in ما تقول ش بقى الصفة تجيب الاسم من الصفة اللي هي in height height اوكي خليكوا حبيبي فاكرين القادم طيب لو سألنا على الوزن كام الوزن يعني ايه رفع كام الوزن معناه how heavy how heavy طيب لو what بقى نقول what weight what weight لان what يتبعها الاسم يبقى منصى الوزن نقول how heavy or what weight for example how heavy is the man how heavy is the man يعني كم وزن هالرقل كم وزن هزا رقل الاجابة لها كذا طريقة بقى لها كذا طريقة اوكي حسب موقعها في الجملة يعمل لك he ways way هنا كفعل عشان كده جاي بعد الفعل اللي هو he ضمر الفعل الو personal pronoun he فطبعا اللي يتبع طبعا structure بتاع sentence اما طبعا جملة الانجل لازم تبدأ بسبجك الجملة الافرماتف الجملة الاسمية وطبعا لازم تبدأ سواء يبقى ضمير pronoun وساعة ممكن يبقى طبعا noun طبعا عشان كده بدعنا به وبعد كده way الفعل وطبعا عشان السؤال في does الفعل حدنا له s ده في present symbol يبقى دي طريقة يبقى نقول he ways كذا يبقى he ways نشوف كده he ways 100 كيلو جرام وخلي باقيكم عشان احنا برضى هناخد الابرفيش النهاردة كيلو جرام اخسرها كي جي ممكن تتقلب طريقة تانية his weight his weight دي ضمري ملكية ضمري ملكية طبعا يدبعه weight يدبعه noun فالاسم من way اللي هي weight his weight is كذا 100 كيلو جرام طب طريقة التالتة he is 100 كيلو جرام in weight اللي احنا قلناها اللي هو in يدبعه برضو in noun يبقى ده تلات طرق اللي احنا نشوفه مع بعض على الشاشة اول طريقة he weighs 100 كيلو جرام او his weight is 100 كيلو جرام او he is 100 كيلو جرام in weight اوكي طبعا زي ما قلنا طبعا he is 100 كيلو جرام in weight اما نسأل باعنا الطول كم الطول في how long how long و what length طبعا كم الطول دي طبعا يختلف اللي انت عايز تسأل على عاقل وغير عاقل طبعا لان احنا طبعا انا في شريحة بحالة مخصص اللي انا اقول الفرق بين how long و how tall وطبعا الفرق how long طبعا لو انت بتسأل على شيء كم طول شيء اللي هو horizontal object يعني شيء افقي زي ما بتسأل مثلا تقول how tall how long is road كم طول الطريق كم طول المدة او المسافة طب how tall بقى لو انت بتسأل على شيء مثلا وقف vertically يعني وقف رأسي اما how tall is the man كم طول الرجل و how tall is the tower يعني كم طول البورج لان طبعا في ناس بتخلط في حتة how tall اللي هو خاص بالاشخاص بس لا مش خاص بالاشخاص بس احنا ممكن لو نسأل على طول شيء مثلا زي how tall ما فاش حاجة طيب نيجي نرجع لhow long بتاعتنا how long how long is the road to caro how long is the road to caro يعني كم طول الطريق للقاهرة it's 350 kilometer long it's 350 kilometer long يبقى هنا طبعا كي ام ده خسر زي ما قلنا حبيبي اللي احنا ناخد اختصارات النهاردة المسافات والارتفاعات خلي بالك عشان في كزا الشريحة هنا النهاردة هوريكوا الاختصارات مش كيلو متر بس يبقى it's 350 kilometer long وإحنا قلنا طبعا long هنا صفة لان جاي بعد واحد القياس على طول طب لو قلنا it's 300 kilometer in بقى اه ما نقول long نجيب الاسم بقى in length حفظنا بقى التريك دي فخلي بقى عشان التريك دي ممكن نلاقيها وتلاعب عليها مثلا في الامتحان طيب how wide كم التسعة مش كام طول d كم التسعة how wide how wide كم التسعة بتسويا بقى what width معناها كم التسعة مش كام الطول أوك يعني ما نقول how long how wide طبعا نسأل how wide is the road it's 25 meter wide أو it's 25 meter in width بس احنا بنسأل بها wide زي ما قلتلكو الفريق من طول حبايبي و long الفريق من طول و long ان طول زي ما نشايفين كده عمنا نسأل how tall اللي هو طول الشيء أو الشخص اللي هو هو وقف vertically يعني رأسيا زي ما نقول مثلا he is very tall شخص هو طويل وده برضو مبنى مبنى الشارد في london is tall اما طبعا لو long يبقى شيء vertically horizontally يعني طول رأسي زي طول مثلا رود الطريق أو رولر زي ما نشايفين في الصورة هنا يعني طول المصطرة نقول زي رولر is long زي رولر is long يعني مصطرة طويلة وبتوصف برضو الشعر she has long hair يعشارة طويل the lecture was long and boring the lecture اللي هي المحاضرة was long and boring في الحالة دي وصفة time اللي هي وقت المحاضرة طيب نيجي بقى برضو النهاردة زي ما أعطتوك ناخد measurements and their abbreviations يعني القياسات وحدات القياس with their abbreviations يعني اختصارتها اختصارتها زي meter اختصارها m مثلا for example عندنا كزا حاجة هنا اول حاجة كلمة meter زي ما قلناها meter اللي هو المتر كلنا عارفينه ماشي وعا فكرة ممكن تكتب meter m a t r زي مش شوفينه كده او m a t e r او k دي amiricano وبراتش اللي اختصار بتاع ميتر m m وستحسن نحط dot كده ماشي دي اختصار meter كلكم عارفينه طبعا طب في مليمتر اللي هو مليمتر بيبقى اختصارها ايه بقى على اساس في ناس بتلغبط بين m دي بتحسب meter و مليمتر لا المليمتر بيبقى اختصارها m m مليمتر اكي طب gram gram اللي هو وحدة gram اختصارها g فاحفظوا بقى meter m مليمتر بتاعها m gram g اوكي طب نشوف كلمة تانية اختصار kilogram kilogram اختصارها kg 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 kilometer kilometer يبقى km km cm 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 يبقى cm يبقى كيلو gram كسرها kg و km cm cm انا متأكد اللي معظمكم عارفين طب نيجي بقى هنستخدم طبعا height يعني details عن الاشخاص وازاي من details ديت من tables هنقدر لحنا how to form sentence using details concerning the dimensions and measurements وصف الابعاد ووحدات القياس عندنا اول حاجة في الجدول اللي هو height ايوه عفنا height بقى معنا برافو اللي هو الطول او الاتفاع والكلمة التانية بها احنا حفظنا بقى خلاص wait wait اللي هو الوزن برافو واخر حاجة comment اللي هو التعليق على شخص ده طبعا احنا عارفين بالقربي كده ان طبعا لازم يبقى في نسبة وتناسب يتناسب مثلا طول الشخص مع وزن يعني هنا يعني كم طول علي زي ما احنا شوف في صورة كده علي is 165 سنتيمتر زي ما احنا شوف نوع طيب ليه ما قلناش بقى مع اني فوق في الجدول في height مش مكتوب طول لان زي ما اتفاع نقول هو يتبع ايه حبيبي ما ينفعش قول how height ما ينفعش يقول how tall لان هو يتبع الصفة فالصفة منها من هاي الده اللي هي tall وعشانه من اشخاص وطوله رأس كده نقول how tall الاجابة he is 165 سنتيمتر tall طيب لسه معانا الشريحة دي and how heavy is he how heavy is he اتفاع how heavy يعني ايه برافو يعني كم وزنه طب مكتوب في جدول هنا مستر ويت مش heavy برضو تاني لان احنا قلنا ان هاو يتبعها صفة فان هاو weight how heavy is he طب يفرض احنا عايزين نستخدم weight لو حطينا كلمة weight دي اللي في جدول مكان heavy يبقى انغار هاو هاو هتبقى ايه انا سمع الناس برافو عليكم هتبقى what what weight very good and how heavy is he هو كم وزنه لك he is 100 kg in weight طب الكومنت يبقى he is too heavy he is too heavy يعني ما يقوله هو تقيل في الوزن وزنه تقيل he is too heavy very good طب نيجي لبعنا التانية فاطمة الهي بتاعها 168 centimeter الويد بتاعها 58 كيلو جرام الكومنت كاي يعني هي متنسبة يعني الشي بتاعها كويس طب يبقى ما نسأل السؤال بقى كم طول ها يبقى نقول how tall is fاطمة هي 168 centimeter tall هي 168 centimeter tall how heavy is she ما نسأل على الوزن بقى نقول how heavy is she she is 58 kilograms she is 58 kilograms يبقى she is okay يعني هي كويسة الشي بتاعها كويس قوامها كويس طيب نقل رامزي رامزي how tall is رامزي زي ما شف جدول هو الرقم دا تقال ازاي he is 160 centimeter he is 160 centimeter tall okay and how heavy is he كم وزنه وزنه بقى ايه ايه مالي يقول الرقم ده دايما الرقم حبايبي تبدأ بالكبير وبعد صغير ما تقول ش 5 40 لا الكبير هو 5 40 يعني 40 تبدأ بكبير كل ارقام الانجليش كده يبقى he is 45 kilogram he is 45 kilogram طب الكومنت يبقى he is too light he is too light light يعني ايه light بعكس heavy heavy ثقيل light يعني خفيف كان يزلو تناسب مع الطول و الوزن يبقى he is too light طب نيجي بقى لممكن المشاكل تقابلنا في الوركر التكنيشن او البيلدر او او هوسو ايفر يعني في شغله مثلا لايقى الواير الحبل اقل مثلا من التوصيل بتاعته او اللادر السلم اقصب مثلا من الولد كده فاحنا طبعا بنعرض عشان نعرف برضو كلمات الغرض منها اللي احنا نعرف معاني كلمات ممكن تقابلنا وكمان جمل اللي بتفيد التناقض الول الابجيكتس اللي هي الاشياء او والطبعا الحيطة او الصور فانس يعني وعندنا الواير وير اللي هو السلك اللينكس اللي هو التفانة بقى هي الطول يعني عندنا وال اربعة متر فور متر فور متر اللينكس بتاع الول يعني طول الحيطة فور متر والواير والكبل تو متر فانقول بقى يعني الحيطة طولها اربعة متر شفتوا بقى الفات زوور is four متر لانا جات بعد واحد بقى ساعتوني نجيب صفة but ولكن زوور الكبل is only بس طوله two متر in long نقول ايه بقى اللينكس اللينكس يعني في الطول ماشي شوفوا ملا كمان طب هنا بنتكلم على height height يعني الارتفاع the track track يعني الشحنة track يعني الشحنة الهيط ارتفاع four متر طبعا لازم الشحنة او زي سفينة او مركبة اما تعدي تحت ايه كبري او الشحنة مثلا تعدي من كبري كبري بيقال ارتفاع بيبقى طبعا تبقى قل عشان تعرف تعدي اما البرج يعني الكبري two meter هنقول ايه بقى that track is four meter high that track is four هنا بقى مش نقول long نقول high ارتفاع يعني الشحنة ارتفاع four meter but the bridge is only three meter in height but the bridge is only four meter in height طبعا it can't pass مش هممكن لي يتعدي اوكي لان طولها اعلى من البرج يبقى هنا فيه تناقض زي معنا it can't pass طبعا نيجي بقى الكلام ده دي well وال يعني بير زي بقر well بال والحبل اللي خارج من البقر هو حبل يعني روب روب احفظوا بقر يعني well وروب يعني حبل هتقابلنا كتير كيف تروب well الحبل four meter and the root is two meters انا اقول the well is ten sorry the well is ten meter هيبقى ten meter فوق deep يعني عمقه عشرة متر but the root is three meter ولكن حبل ثلاثة متر طبعا هيبقى the root is shorter than the well زروب طبعا مش هيبقى يوصل لعمق اوكي the dips عمق well طيب نجبقى wall الحائط five meter and the letter is three meter يبقى the wall is five meter high يعني ارتفاعه ثلاثة متر but the letter is only two meter in length يعني في الطول دي بقى الكلمات اي احنا طبعا مقصود اللحنة نعرف الكلمات معاني الكلمات جديدة زي ما قلت لكم نقدم كلمات طيب هنا بنتكلم عود وود طبعا قطعة الخشب معروفة scroll اللي هو مصمار allows مصمار allows يبقى طبعا هنحنا نتكلم عهنا بما مخص thickness thickness دي صفة جديدة thickness اللي هو الصمك thickness يعني الصمك thick يعني سميك طبعا الود صمك الخشب دي 26 اه الام ام دي اختصار اي حبيب ايوه فكرون ايوه هل دي متر ولا مليمتر احنا لسه ياخذي الابريفيش الاختصارات very good مليمتر يبقى sickness بتاع الود قطعة الخشب 26 مليمتر يبقى زود 26 26 مليمتر but the screw is 20 مليمتر in length طبعا نيجي برضو دي برضو في ما يخص thickness بس دي مع wood wood و nail nail اللي هو المصمر عيبة كده برضو في فكرة لازم ناخد بنا منها طرحت نفسها علينا الفرق بين screw scroll المصمر الالاوز اما nail المصمر العادي زي اللي صرت عندكم ده المصمر العادي يبقى sickness احنا قلنا sickness يعني يفكرون برافو اللي هو السمك زود is 30 mm يعني مليمتر زود is 30 مليمتر thick but the nail is only 25 مليمتر in length طبعا نيجي بقى ديات بنتكلم على geometric shapes geometric shapes طبعا انتم بتقبلوها اللي هي الاشكال الهندسية طبعا ايه الاشكال لكم عارفينها طبعا المربع والدايرة والمستطيل اللي هو السم والنص الدائرة الكلام ده بس احنا عايزين نتعرف عليها عشان نتقبلنا طول المنهج بقى اوكي لان احنا طبعا technical هنا فنيين طبعا فلازم الحاجات دي هتقبلنا على طول لازم نحفظها اول حاجة ده بقى ايه ايوه المربع المربع يعني square المربع square يعني مربع كلمة التانية هتتوقعها طبعا rectangle rectangle مستطيل قلوا معايا rectangle يعني مستطيل بقى كده ايوه دبائي دائرة a circle a circle a circle يعني دائرة دبائي ايوه نص دائرة اسمها very good semi circle semi circle ممكن له semi سيماي ممكن تقال semi او semi يعني نص دائرة لان دائرة معناها لسه قالين معناها circle احفظون كواس جدا جدا وارجعوا ليهم على طول اوكي طيب نيجي بقى بعض الجمل كده اها بقى بسيط كده وعشان نشوف انتوا فهمتوا النقط الى اي مدى وصلت النقط ديت وانا عارف طبعا اللي انتوا طبعا فهمين وحفظين دي هنسأل ايه يعني عايزين نقول ايه كم طول المبنى ده يبقى هاو ايه الناس الحلوة بتاعتنا كلكم حلوين الناس الشاطر ركاية مركزة برافو يبقى ما تلاقي في الاجابة اتس ففتين ميتر طول اتس ففتين ميتر طول يبقى اسوالها يبقى ايه ها اداة السفاة ما تبقى very good يبقى how tall is the building how tall is the building يبقى احنا هاة طول خليبقى ايكم مش مختصة بالاشخاص بس زي ما احنا شافين كده ممكن نسأل على مبنى لانه واقف مثلا رأسي قوادقى رأسي ممكن نسأل ب how tall يبقى هنا how tall is the building ممكن برد تسأل الاشخاص how tall is Ali how tall is Mona اوكي طيب نشوف اكسرسايف تاني كده سؤال تاني ماشي what space are these windows what space are these windows they are square they are square يعني هما square اللي هو ايه شكل ايه بقى اللي احنا اخدوم لاشكال دي very good اللي هو شكل مربع يبقى نقول ما ايه ما شكل الwindows ما هي الاشكال كلمة شكل يعني ايه what shape what shape يعني ما الشكل what shape are these windows what shape are these windows ما ايه اشكال هذه الشبابيك خليباكوا عشان دوة تكوين الاسئلة دي هينفعنا جدا في الديالوج وطبعا الديالوج ده سؤال اساسي مهم في الامتحان وفيه ناس بتلاقي صعوبات كتير كده جدا في الديالوج لانه هما للاسف ما بيعرفوش يكوني السؤال وطبعا تكوين السؤال طبعا الديالوج بيحتاج مش تكوين سؤال بس ولا تكوين اجابة احنا طبعا الديالوج ده بتقرأ بتحوالي مش اقلم متى ثلاث مرات وبنقرأ طبعا الموقف اللي بتقال فيه الديالوج من فوق لحد اخر كلمة وطبعا لازم طبعا نحط في اعتبارنا تكوين السؤال زي ما احنا شايفين كده ان السؤال هنا بيكون من اداة الاستفهام اول حاجة الكوشن وورد بعد كده الاكزولري الفان المساعد الوكوشن وورد اللي هي وطشين وادات الاستفهام تعتمد على معنى الاجابة يعني تحتقلك زير سكوير زير سكوير يعني دوة مربع فنقول ما شكل ما هذا الشكل يبقى دات الاستفهام تعتمد على معنى الاجابة بعد كده الاكزولري يعني الفان المساعد اللي هو ار ليه لاني تحت الفان المساعد ار وبعد كده الفاعل والفاعل الاصلي والتكملة ماشي نشوف سؤال تاني what shape is this mirror what shape is this mirror mirror طبعا اللي هي مرأة واده لسه اخدين طبعا what shape يعني ما ايه ما شكل هذي المرأة طيب المرأة دي شكلها ايه طيب في قاعدة بتقولها in it طبعا am او is او are verb بتو بي يدبعها طبعا الاجكتف الاجكتف اللي هي الصفة يعني هنقول دي it is oval oval يعني شكل المرأة دا oval يعني بيضوي شكل بيضوي اوكي يبقى what shape is this mirror it's oval يعني الشكل البيضوي اوكي طب what about this question طب السؤال دا what shape what shape are these frames what shape are these frames they are عشان جام they are rectangular rectangular يعني مستطيل يبقى what shape are these frames طب what shape is this clock what shape is this clock ايوه انت هتقوله بقى يعني شكل ايه clock يعني ايه الساعة دي كان شكله ايه حبيبي ايوه very good يبقى this clock شكله ايوه طبعا دي دائرية مش كده يبقى it's circular circular منقوشي circle بس لاني فيرب توبيه يضع ايه adjective يعني صفة يبقى it is circular circular اوكي يبقى circular شكل دائري عشان جاي بعد فيرب توبيه اوكي طب دا ويندو يعني شتباك بس ايه على هية ايه مسلس الشكل مسلس بقى معناها ايه مسلس الشكل هتبقى يبقى what shape is this window what shape is this window this window is ايوه triangular مسلس الشكل triangular لان triangle معناها مسلس اما الصفة منها triangular مسلس الشكل ليبقى لاني جاي بعد فيرب توبيه يبقى تبقى adjective يبقى this window is triangular triangular كاي triangular يعني مسلس الشكل طب نيجبقى reading comprehension اللي هي عندنا النهاردة وهتعجبكم طبعا عشان كلكم متنمين بالمعلومة دي وانتو بتحبوا معلومة بسالة كده عن قرط القدم والdimensions اللي هي الابعاد عن الفوتبول field او اللي هو ملعب قرط القدم ابعاده طوله وعرضه والمرمى والcenter بتاعه circle of the center هنشوف ابعاد اللي هو ملعب قرط القدم وانعارف اللي انتو شهوفين اللي انتو تعرفوا معلومات عن طول وعرض ملعب قرط القدم نشوف كده قبل بقى ما نقرأ reading comprehension لازم نقرأ طبعا ال question word ال pre reading comprehension pre reading questions اللي هي الاسئلة ديت هنحطها في دماغنا كده نعرف اجابتها من خلال القراءة طبعا لازم بقى ما نقرأ لتشوفوا الاجابات دي how heavy is a ball how heavy is a ball عشان انتبهوا مستعدين بس لقرأة القطعة يعني كم وزن قرط القدم كم وزن القرة how long and how wide is a football field how long كم طول and how wide كم تسع is a football field يعني كم طول وكم تسع ملعب كرة القدم السؤال الثالث what shape is a football field what shape يعني ما شكل is a football field ملعب كرة القدم شكله ايه اوكي نجي بقى واحدة واحدة كده حبيبي طبعا ملعب كرة القدم واحدة واحدة a football field must be rectangular يعني ملعب كرة القدم يجب ان يكون rectangular rectangular اللوه ايه بقى الشكل ايه ايوه يعني مستطيل for international matches يعني بالنسبة international matches للمباراة الدولية the maximum of the field يعني اقصى طول للملعب is 110 meters يعني 110 متر and the maximum width is 75 متر يعني اقصى عرض لي اللو هو 75 متر there is a goal at each end of the field there is a goal يعني فيه goal هنا معناها مرمى مش هادو فينا مرمى at each end في نهاية كل في فيه اطراف كلا اطراف الملعب يعني لازي بقى فيه مرمى في كلا اطراف الملعب each goal is about 7.3 meter wide يعني كل مرمى طوله حوالي 7.3 من 10 9 7.3 من 10 high high يعني ارتفاع المرمى 2.4 من 10 متر each side of the football field يعني كل جانب من ملعب كرة قدم has a goal area يعني مطال مرمى and penalty penalty يعني زي ايه اللي هي المنطقة بتاعة الجزاء area زي ما احنا عارفين هنكمل the goal area يعني منطقة المرمى is rectangular برضو زي ما احنا شايفين في الشكل ان المنطقة اللي فيها بتاعة المرمى ماشي جون يعني is rectangular برضو يعني على شكل مستطيل وrectangular هناك في صفة في اخيرها er يعني جاي بعد verb to be and has a length وطولها of approximately approximately معناها تقريبا يعني about 18 meter يعني طوله حوالي اللي هي مطالة المرمى دية 18 متر the penalty area يعني منطقة الجزاء منطقة الجزاء is also rectangular يعني برضو شكلها لازم يبقى rectangular يعني مستطيل الشكل and is approximately حوالي 40 meter long 40 متر طوله 40 متر زاب 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 القرة باب بتاع قرط القدم is made of leather made of leather leather هنا معناها ايه يعني مصنوعة من leather ايوه gilt it's maximum weight يعني اقصى وزن لها لها maximum يعني اقصى حاجة اقصى حاجة اقصى حاجة يعني اقل حاجة maximum اقصى minimum اقصى وزن للكرة is ايوه الرقم ده 454 grams 454 grams يعني حوالي دخلها على نصف كيلو اقل شوية اقصى very good يبقى نرجع بقى الاسئلة بتاعنا انا بمتأكد بقى الاسئلة اللي احنا قلنا في بدات القطعة ايوه اول سؤال الناس جابت حلها bravo عليكم ايوه اول سؤال how heavy is a ball how heavy how heavy طبعا ده اخر حاجة انتهينا لها للقطع واكيد انت جبتوها يعني كم وزن الكرة ايوه الاجابة very good كله صح فوتبول is 454 grams in weight it's 454 grams in weight يعني وزنها الرقم دوت 454 جرام في الوزن اوكي number two second question how long and how wide the football field how long and how wide the football field يعني كم how long يعني كم ايه طول حفظناه بقى خلاص how wide يعني كم ايه برو اتساع is a football field الاجابة ايه بقى يبقى the maximum length of the field is 110 meter and the maximum width is 75 meter يبقى ده طول الملاب 110 و width يعني الاتساع بتاو العرض بتاو اللي هو 75 meters طب السؤال التالت والاخر القطاع دي what shape is a football field what shape يعني ايه هو شكل الملعب بتاو قلت القدم هلو احنا خدنا الاشكال بقى كلها اللي هي geometric shapes الاشكال الهندسية هل هو oval ولا rectangular ولا triangle ولا circular ها ايوه طبعا زي ما انتم عارفين ان football field must be rectangular rectangular يعني طبعا مستطيل الشكل طيب نيجي بقى زي ما قلتلكم في دي الفترة بتاو language function language function how to ask for help بس هنسأل ازاي تطلب المساعدة باسلوب مهزب طبعا بس فيما يخص ما نسأل يعني مثلا احنا عايزين نعرف الشيء دا واحنا قلنا excuse me عما تسأل واحد على معنى حاجة بالانجليز مثلا طبعا excuse me دا اسلوب مهزب اللي نحنا بنتكلم حد ما نعرفوش نبدأ نقول excuse me what is this called in English what is this called in English يعني اسم الحاجة دي بالانجليز طبعا دا عصى مقياس السائل ماشي اللي هي it's called a dipstick it's called a dipstick لو عصى من قياس الزيت طبعا ترد طبعا في الاخ نقول thanks يبقى ما نيجي نسأل نطلب معلومة من شخص نقول excuse me ما معنى كلمة دا او دا بتقوله ازاي بالانجليز نقول excuse me what is this called in English طيب هنا طريقة تانية بس نسأل الحاجة تانية اما نسأل عن السبيلينج بتاع كلمة نقول excuse me برضو how do you spell the dipstick excuse me how do you spell the dipstick اوكي يعني كيف تتهجأ كلمة دي it's d-i-p-s-t-i-c-k دا السبيلينج طبعا اللي هو تتهجأ الحروف يبقى طبعا تقول thank you في الاخر طب دي طريقة تانية بنسأل على معنى كلمة معنى اللي هو meaning excuse me what does range mean excuse me what does range mean يعني ما معنى الكلمة دي طبعا احنا عرفنا كلمة range اقدمناها في كلمات الجديدة ايوه اللي هو فان برافو اللي هو مفتاح الربط او المفتاح الانجليزي it's a spanner it's a spanner برافو يعني range برضو تدي معنى spanner نفس المعنى اوكي I see thanks دا ردي برضو I see يعني انا فهمت انا عرفت شكرا I see مش معنى انا عرى هنا معنى انا فهمت او عرفت يعني طب very good طب نيجي بقى دي دي مراجعة طبعا انا قلت طبعا دا unit 3 النهاردة وفي مراجعة على unit 3 اللي فات اللي هو 2 1 دا calling a computer repair shop وده dialog جابه لكم النهاردة مهم فطبعا انا قلت اهم حاجة في الديالوج اللي احنا هنقرأ رأس الديالوج والمناسبة اللي تألفها الديالوج بتنفعنا جدا عشان نحل الديالوج ما نفعش اللي احنا هنحل سؤاله اجابة من غير ما نعرف رأس الديالوج مثلا لو المدارس بيكلم الطالب هنطوقع المدارس ممكن يقول ايه للمدارس وكذلك لو الدكتور بيكلم طبعا ممكن نتوقع الدكتور هيقول ايه للبيشنط ورد البيشنط ايه فطبعا لازم الديالوج لان الديالوج طبعا الناس كتير احنا بنواجه مشكلة في الديالوج فلازم الديالوج يتقارى كويس جدا جدا من رأس السؤال بتاع الدالوج اللي في المناسبة او الموقف والاشخاص من اللي بتكلم هل هي بوظيف ولا اسماء عادية والسؤال والاجابة يتقارى لحد اخر كدنا نشوف كده امديكم ايجزامبل لديالوج اهو نشوف معنا ده بقى الموقف يعني فاطمة بتتكلم مع يعني فاني كمبيوتر يعني بيصلح كمبيوتر عشان تصلح فالريبير او مين دي صلح فقالت ايه بقى تكنيشن بيقول طبعا هنا عندنا الاجابة فاطمة يتلو الكمبيوتر بتاعي بايس فالتكنيشن هيقول ايه طبعا واحدة بتتصل بتكنيشن هو بقى هيقول ايه هيقول اي خدمة عايز احرطك حاجة هلو هاو كان اي يعني كيف اوساعدك اي خدمة ودي ما بنقولاش بس التكنيشن ممكن لما نروح محل برضو نشير اي حاجة الباقي انا توقع لقول اول حاجة اقولها لك هاو كان اي خدمة هنا معناها اي خدمة يعني طيب نشوف بقى الحوار it doesn't start it doesn't start يعني الكومبيوتر ما بيشتغلش اصلا it doesn't start يبقى كان سؤال التكنيشن يعني العامل الفني او مصلح الكمبيوتر كان لها اي هقول لها طبعا ماله ايه الغلط اللي فيه ايه العيب اللي فيه اللي هي احفظوا السؤال ده عشان مهم جدا what is wrong with it what is wrong with it يعني ما تقول حاجة مالها ايه العيب اللي فيها تقول what is wrong with it او what is the matter what is the matter with it اوكي يبقى what is wrong or what is the matter يعني ما الخطأ او العيب في الحاجة طيب اه فهو طبعا ادها نصيحة لها press the power on pattern press the power on pattern يعني دوسي على زرار الفتح power on اللي هو زرار فتح الجهاز وبعد كده فاطمة قالت له حاجة فهو قال لها it's blue the light it's blue the light تكنيش قال لها اللي هو ده تحت النور تحت الضوء فهي هتقول له هتقول له طبعا it's blue the light ده يعني بيرشيد على مكان ففاطمة قدت له اكيد قدت له اين هو هزا الضرار اين يبقى تسأل باين اين يعني اين كلكم عارفين طبعا اللي هي ايوه bravo where وتكوين بقى السؤال احنا اتفقنا ان اي سؤال بقى من ايه ما تنسوش بقى اللي هي bravo عليكم ال question word اللي هتبقى where مش where بس هتبقى question word زائد الاكزولار للفعل المساعد زائد ال subject الفعل وبعد كده الفعل الاصلي وبعد كده compliment يبقى ايه بقى السؤال بتاعنا بقى نشط رسمات ها الاجابة يبقى where ها بص كده على الاجابة بتاعتنا يبقى where is it where is it يعني هو فين الضرار ده فين فطبعا التكنيش لا thanks a lot you're welcome ده طبعا ملخص اللي احنا قناك can I help you my computer is broken يبقى what's wrong عم نسأل عن ايه بالشي نقول what's wrong with it عشان خليبا يكون محاسن مهمة جدا ده ده listening تعدر it doesn't start breath the power on button يعني دوسي على زرار الفتح قلت له where is it اين هو it's blue the light اوكي thank you طب دي بقى برضو محاسن بموبايل phone hotline يعني الخط الساخن برضو اما حاجة تخصر عندنا service الخدمة how can I help you برضو يبقى اما الصاحب الشي او اللي بيدي لك الخدمة أقول لك how can I help you كيف استطيع انا سألك تقوله بقى العب my mobile is broken what's wrong was it نحفظها بقى يعني تقوله عبه ايه هو اللي عبه ايه the screen is loose and scratched هنا عب تاني screen اللي احنا خدنا في unit one الشاشة loose يعني مفككة و scratched يعني مخدوشة is there any other problems يعني هل في مشاكل تانية طبعا yes when I press the power button it doesn't come on يعني اما بتدوس على زرار الفتح it doesn't ما بيشتغلش please bring your mobile to the repair shop how space is that building how space is that building it's 25 meter in height يبقى هو ايه بقى طالما قال لنا it's 25 meter in height يعني ارتفاعه كذا يبقى نيسا نقول ايه هو ايه برافا يبقى how high ما نفعش how long ولا how length طبعا how ما نفعش length لبقى لان احنا قلنا length ديت بتيجي ما جيش بعد how تيجي بعد what و height طبعا لان الاجابة يبقى نقول how high ما نفعش how height لان هي مش what لو قلنا what نقول what height السؤال التاني number two the road is 155 kilometer هي بقى the road is 155 kilometer ايوه برافو long لاني طبعا ما نفعش نوصف الطريق لانه طول ولا length ليه ما قلناش length بقى قلنا long لاني طبعا جاي بعد وحدة قاس ما قلناش in لو كان 155 kilometer in نقول in length اوكي اه 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 dear students i'm sorry that we come to the end of our episode today until i see you next time i was very happy with you حزين جدا لانا جيت لاخر الحلقة كنت مستمتا معكم اه لحد ما اشوفكم الحلقات الجاية ان شاء الله اتمنى لكم التوفيق كان معكم مستر محمد الفرجي من التلفزيون مصري القنوات التعلمية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة